السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة تهلم تجويد سورة الشورى برواية ورش عن نافع هذه هي الحصة الثامنة إذن لنكمل كما أودتكم نقرأ الآية نستخرج ما بها من أحكام نطبق تلك الأحكام وفي آخر الحصة نقرأ قراءة مرتلة لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا إذن لنبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن ولو بسط أنا الآن أقرأ مثلا حتى الوقف ليس الآية بأكملها يعني لكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو إذن جيد عند الوقف أقف ونستخرج الأحكام وعندما نستخرج الأحكام في الآخير نقرأ الآيات بأكملها قراءة مرتلة إذن ولو باساطة نتبهوا معي هنا لحرف السين لا ننطقه الصاد لا نقول باسا باسا بل باسا هنا ننطق السين كمثلا عندما تنطق مثلا كلمة سامي سامي فانطق معي كلمة سامي ولاحظ كيف تنطق حرف السين لا تقول صامي بل تقول سامي إذن حاول نطق حرف السين كذلك باسا طا والطا هنا يفخم لأنه من حرف الاستعلاء إذن جيد كلمة الله هنا اللام يغلظ لأن قبله فتحة ولو باساط الله الرزق هنا الرأي رقق لأنه مكسور الرزق والقاف يفخم لعباده هنا مد حركتين لمد الصلة الصغرى لعباده لبغوا في الأرض هنا الرأي فخم ضاد فيه صفة الاستطالة شرحت كل قاعدة أذكرها لكم لقد شرحتها من قبل في درس لوحدها وأعطيت العديد من الأمثلة حتى أصبحت واضحة بإذن الله إذن لكي تجدوا جميع دروس قواعد التجويد والدروس الأخرى التي نستخرج الأحكام من الآيات فما عليكم إلا مشاهدة هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولكي تجدوا جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربي قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنكمل هنا اللام في كلمة الأرض تلاحظون اللام مفتوح والهمزة محذوفة لماذا؟ لأن كلمة أرض عندما دخلت عليها الألف واللام نقلت الفتحة التي كانت فوق همزة القطع نقلت إلى اللام يعني لدينا النقل في كلمة والهمزة حذفت الفتحة نقلت لللام والهمزة حذفت أصبحت الأرض وليس الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل هنا نون ساكنة بعد حرف الياء يعني لدينا إدغام ناقص بغنى إذن نقول ولكن ينزل غنى وحرف الياء إذن لا الغنى تطغى على حرف الياء ولا الياء يطغى على الغنى بل خمسون في المئة للغنى وخمسون في المئة لحرف الياء يخرجاني معا ينتهياني معا ولكن ولا نقول تسمع الياء فقط ولا نقول ولكن تسمع غنى بل ولكن ينزل بقدر هنا اتباه بقدر وليس بقض لا ننطق بقدر هنا الرأي يرقق ولدينا التنوين وبعدها حرف الميم يعني إدغام كامل بغنى بقدر ما يشاء يشاء مع مد هنا ست حركات للمد الواجب المتصل إذن كما تلاحظون هنا لدينا في كلمة يشاء ماذا لدينا؟ لدينا مد عارق للسكون ولدينا مد واجب متصل إذن أذكر بقاعدة أقوى السببين هنا أقوى المدود أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنف صال فبدل إذن أقوى المدود لازم فما اتصل يعني المد اللازم أقوى من المد المتصل ثم يأتي بعده فعارض يعني المد عارض للسكون إذن قلنا هنا لدينا مد متصل ولدينا مد عارض للسكون إذن المد المتصل هو أقوى السببين يعني هنا نطبق ست حركات يعني ليس حركتين أو أربع للمد العارض للسكون بل ست حركات لأن هنا لدينا اجتماع سببين على حرف المد الهمز والسكون العارض لأن عندما نقف نقف على الهمزة فوقها سكون يعني سكون عارض وطبقا لقاعدة أقوى السببين لابد أن يعلو القوي على الضعيف أو يساويه فيلغى العمل بالقصر والتوسط في العارض فالمد العارض للسكون هنا لا يبقى فيه القصر ولا التوسط يعني ليس حركتين أو أربع حركة ويكون المد فيها مد له سببين قلنا ويكون المد فيها مد له سببين وهما المتصل والعارض يعني لدينا عارض للسكون ولدينا مد متصل وقلنا يمد بست حركات عند ورش ويسمى متصل متطرف الهمز متصل متطرف الهمز كمثلا كلمة السماء أو مثلا هنا يشاء إلى غيري ذلك يعني عند الوقف عليها ويطلق عليه أيضا مد له سببان لاتفاقهما في الإشباء يعني ست حركة إذن نكمل ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه لاحظوا هنا عوض الهمزة لدينا هذه النقطة وتحتها الكسرة لماذا؟ لأنه لو وصلنا كلمة يشاء بكلمة إنه سيكون لدينا التقاء همزتين مختلفتين بالحركة مختلفتين بالحركة لأن الأولى مضمومة والثانية مكسورة من كلمتين يعني الأولى في آخر كلمة والثانية في بديد الكلمة التي تليها يعني هنا نقول مثلا إذا وصلنا مثلا إذا سألك الشيخ وكما يقول لك كيف نقرأها يعني نقول يشاء ونه يعني هنا تقرأ كأنه حرف لواو تحته كسرة يعني إبدال إبدال الهمزة بحرف من جنس حركة الهمزة التي قبلها جنس حركة الهمزة التي قبلها هو لدينا جنس حركة الهمزة هو الضمة وجنس الضمة هو حرف الواو إذن ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه ونكمل أو نقول عند البدء بكلمة إنه نقرأ همزة محققة إنه هكذا هنا بيقول أكمل ما تكون مدنا حركتين لمدصل الصورة هنا كذلك مد حركتين لما تصل الصغرى إنه بعباده خبير بصير خبير هنا ترقيق الراء لأنه سبق بي مدية ولدينا التنوين بعدها حرف الباء إذن لدينا إقلاب تلك النون تقلب لاحظوا علامة الإقلاب وهي هذه الميم هنا التي رسمت في مكان الضم الثانية خبير بصير هنا 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 عند الإقلاب يجب ضم الشفتين لكن من غير كز يعني تبقى فجوة بين الشفتين تحس بارتعاد في الشفتين عندما تقول خبير بصير هنا الراء يرقق لأنه سبق بي مدية مع الوقوف على حرف الراء ساكن بصير وهنا كذلك مد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الذي تبقى للذال لننطقه دال لأنها الذال معجمة وليست مهملة وهو الذي ينزل الغيث تبقى كذلك الحرب التاء ليستاء فاء ينزل الغيث من بعدي هنا نفس الشيء لدينا الإقلاب هنا كانت لدينا كان لدينا التنوين بعدها حرف الباء لكن هنا لدينا النون الساكنة بعدها حرف الباء إذن رأينا الإقلاب في النون الساكنة وفي التنوين إذن هنا نون ساكنة بعدها حرف الباء إذن إقلاب لاحظوا علامة الإقلاب وهذا الميم المرسوم هنا إذن تقلب تلك النون الساكنة ميما من من بعد والغنة تكون بمقدار حركتين من بعد ما قناط القاف طاء مفخمين وطبيعة الحال لأنه من حروف الاستعلاء وينشر نقف هذه النون مع ترقي غنة الإخفاء ونهيئ الفم على مخرج الحرف الشين لأنه هو الحرف الذي جاء بعدها هذه النون التي تخفى ونرقي غنة الإخفاء قلنا لأن حرف الشين من الحروف المرققة يعني مستفيلة لأن غنة الإخفاء تتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي يأتي بعدها الرأي هنا يفخم كذلك الرأي في كلمة رحمته يفخم لأن ليس لدينا هنا شرط للترقيق وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد هنا مد حركات أو أربعة وستة للمد العرض للسكون وقلقلة حرف الدال قلقلة وسطى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من داب ومن آياته لاحظوا معيون حرف النون مفتوح عوض السكون ومن صبحت ومن كلمة آياته تبدأ بهمز ممدود يعني البدل يمد عند ورش بحركتين أو أربعة أو ست حركات إذن ماذا وقع هنا وقع النقل كان لدينا بدل والنقل إذن بدل مغير بالنقل أصبحت ومن آياته كلمة آياته تبدأ بهمزة قطع مفتوحة همزة القطع حذفت ونقلت الفتحة إلى النون إذن بدل مغير بالنقل ومن آياته مد هنا حركتين لمدسل الصغرى ومن آياته خلق هنا الخاء والقاف مفخمين لكن اللام بينهما لا يغلظ خلق السماوات والأرض الرأي فخم اللام كما شرحت قبل قليل مفتوح بسبب النقل والأرض والهمزة محذوفة وما بث فيهما من داب وما بث تبال الث فيهما من داب هنا إخفاء النون مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعد حرف الدار من الحروف المستفيلة يعني مراققة وهنا لدينا مد لازم كلامي مثقل إذن يمد بست حركات من داب ونقف على التاب ساكن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم مد صلة ميم الجمع يمد هنا ست حركات عند ورش إذا تبال إذا يشاء مد هنا ست حركات للمد الواجب المتصل قدير مد هنا حركتين أو أربعة أو ست للمد العرضي للسكون مع ترقيق حرف الراء لأنه صبق بياء مدية وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ هنا ميم مع الميم إدغام تماثل قايدة أخرى وهي إدغام شفاوي وهو حكم أحكام الميم ساكينة وَغُنَّة هنا بمقدار حركتين وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ هنا ننساكينة بعد حرف الميم يعني إدغام كامل بغُنَّة وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا هنا تنوين بعدها وحرف الباء إذن إقلاب تلك النون التي في التنوين مُصِيبَةٍ تُصْبِح م يعني تلك النون تُصْبِح ميم يعني إقلاب تقلب النون ميم بسبب حرف الباء الذي بعدها وَبِغُنَّة بمِقْضَاعِ حَرَكَتَيْن وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ بِمَا كَسَبَتَ لاحظوا كسبت أصبحت كسبت لماذا التاء مفتوح لأن الكلمة التي بعدها والتي هي كلمة أيديكم تبدأ بهمزة قطع مفتوحة لاحظوا همزة القطع محذوفة بقيت حركتها فقط وهي الفتحة تلك الفتحة نقلت للساكن قبلها وهو حرف التاء أصبح مفتوح إذن لدينا نقل حركة الهمزة المفرد للساكن قبله من التاء المفتوح إلى حرف الياء لأن الهمزة حذفت كسبت كسبتي ديكم هنا ميم ساكنة بعدها حرف الواو يعني إظهار شفاوي وهو حكم من أحكامي الميم الساكنة بما كسبتي ديكم ويعفو عن كثير عن إخفاء هذه النون مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعدها حرف الكاف من الحروف المستفيلة يعني مرقق انتباه لحرف التاء عن كثير مع ترقيق حرف الرأ لأنه قبله يأمد دية وهنا مد حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العرضي للسكون كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما مد هنا ستحركة للمد الجائز المنفصل أنتم نخفي هذه النون مع ترقيق غنة الإخفاء لأنه بعدها حرف التاء من الحروف المستفيلة يعني مرققة أنتم هنا ميم ساكنة بعدها حرف الباء يعني إخفاء شفاوي وهو حكم من أحكامي الميم الساكنة رأينا 3 أحكام للميم الساكنة هنا الإضغام الشفاوي وهنا الإظهار الشفاوي وهنا الإخفاء الشفاوي إذن جيد في الأرض هنا في ولم نقل في الياء هنا حذفت للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين قلنا في ولم نقل في في الأرض والرأي فخم ضاد فيه صفة الاستطاع لا شرحت هذا في دروس مخارج الحروف واللا مفتوح قلنا لأن لدينا النقل في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم هنا إضغام شفاوي أو إضغام تماثل وما لكم من وهنا النون ساكن بعد حرف الدال يعني يجب إخفاء النون لأنه بعد حرف الإخفاء حرف من حرف الإخفاء وهو حرف الدال إذن نرقق غنة الإخفاء لأن بعد حرف الدال من الحروف المرقق وما لكم من دون الله هنا لأن في لفظه الجلالة يرقق لأنه سبق بكسر من دون الله من ولي هنا النون ساكن بعد حرف الواو يعني إضغام ناقص بغنة من ولي ولا وهنا نفس الشيء هنا نون ساكن بعد حرف الواو هنا تنوين بعد حرف الواو يعني نفس الشيء هنا إضغام ناقص بغنة وهنا إضغام ناقص بغنة من ولي ولا نصير ولا نصير مدون حركة 246 المدلار للسكون ترقيق الرأي لأنه سبق بيئة مدية إذن أكتفي بهذا القدر أرتل لكم جميع هذه الآيات مع تطبيق جميع الأحكام التي استخرجنا إذن استمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم ألقاكم إن شاء الله بحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا